يا أخي تعد تفكر هتبدأ منين ولا منين هو في حاجتين دول يمكن من الصبح كده قاعدين شغلين بالي منهم حاجة متعلقة تحديداً بلاعب النارد محمود درويش من أنا لأقول لكم ما أقول فأنا لست حجراً سقلته المياه فصار وجهاً وأنا لست قصباً فقبته الرياح فصار ناياً أنا لاعب النارد أربح حيناً وأخسر حيناً أنا مثلكم بل أقل قليلاً ده محمود درويش لاعب النارد ويمكن دي مرثيته الأخيرة لو صح الكلام يعني وده وصف حتى لذاته لو حبيت تبص عليها كده كتير جداً بتلاقي قيم كبيرة أوي 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 لما بتخرج من حياتنا اللي احنا عيشينها حياتنا الواقعية تقعد تفكر في كم الخسارة الحقيقية لهذه القيم القيم هنا أنا بتكلم على أحجام كبيرة زي محمود درويش على سبيل المثال وتشوف إزاي محمود درويش المناضل العظيم الشاعر اللي ما جابتش الأراضي العربية في العصر الحديث ومنذ ميلاده وحتى الآن حد زيه شوف إزاي بقى أنا ما عنديش أي شوفينية مصرية ما حدش جه من وقت ما تولد محمود درويش حتى هذه اللحظة بهذا الحجم وبهذه الموهبة وبهذا القدر من الضفق الشاعري والعاطفي واللغوي والأفكار انتاج إبداعي حقيقي بعض أفكر هو محمود درويش لو عايش كان هيكتب إيه عن مش بقى بيروت خيمتنا الأخيرة ولا إنه القاهرة قلعتنا الوحيدة كان هيقول إيه عن اللي بيحصل اشتركوا في القناة